إذا لم يستطع الإنسان الجواب على أسئلة منكل ونكير وكان موحدًا لكنه عاصًا فهل يخرج من النار؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ المؤمن يجيب ولو كان عاصًا المؤمن بالله ورسوله يجيب بالجواب الصحيح ولو كان عاصًا وقد يعذَّب في قبره بقدر ذنوبه وهذا من التمحيص له من التمحيص فيعذَّب بقدر ذنوبه ثم يوقف عنه العذاب ولو ورد أنه يعذَّب في النميمة أو يعذَّب في الذي لا يستتر من بوله وهذه معاصي يعذَّب فيها المؤمن في قبره لكن ما هم معناه أنه مثل المنافق يقول ها ها لا أدري نعم ترجمة نانسي قنقر